السلام عليكم ورحمة الله انا بحسها هي اسحل طبخة انا ممكن لو تزنقت في اي يوم اعملها هي عبارة عن سالمون تمام شرائح سالمون انا بجيب السمكة سليمة وبنقطعها وبتعاني على قد الوجبة بتاعتنا دي بس المكونات بتاعتنا مفيش اي مكونات تاني خالص هستخدمها تمام اول حاجة هرست الثوم وبعد كده زيت الزيتوم وحطيت الدوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وبودرة توم كانت شوية صغيرة خالص عشان اصلا انا عندي توم في التطويلة وكسبرة تمام شوية صغيرة برضو وانا زودت حاجة مش موجودة هنا في المكونات زودت اوريجانو وانا بحب طعمه جدا في الحاجات المشوية لو مش عندكم مش لازم البستو سلصلة البستو انا خلتها لبعد كده يعني بعد كده عصرت لمون طبعا انا عصرت نص لمونة بس وقلبت التطويلة كويس خالص وحطيت فيها السمك وبالنسبة للسلمون هو مش بيحتاج اصلا يعود في التطويلة ابدا هو الله اكبر من احلى وافضل انواع السمك اللي تتاكل والقيمة الغذائية اللي فيه حلوة جدا انا حطتهم في التطويلة وغلفتهم وحطتهم في التلاجة خمس داي بستو وعلى طول جبت طوصة يدوب عبل ما جهزت بقيت الطوط الحاجات بالمناسبة انا كان فيه بطاطساية انا حطتها تبسلي على جنب السمك بطاطسا محش زيت خالص يا جماعة انا مش بحط زيت خالص مع السلمون هو اصلا هقولوب كمية الزيت اللي هتفضل منه يعني حتى التطويلة انا يدوب شلت الزيوت اللي فيها وحطت السمك من غير اي حاجة خالص هو السلمون فيه كلمية دهون كتيرة جدا بس دهونه مفيدة قوي يدوب خد لون من تحت دقيقة ولا دقتين على النار وقلبته وخد دقيقة ولا دقتين كمان على الجهة التانية وكانت السلمون استوت يعني السلمون يعتبر مش بياخد وقت ابدا ابدا خمس دقايق او عشر دقايق بتكتير جدا هيكون استوى على حسب الكمية اللي انتم بتعملوها طبعا انا هنا كانت ثلاث شرايح بس فالموضوع ما خدش مني ما كملش عشر دقايق ابدا الزيوت اللي فيه بعد زي ما قلت لكم مفيدة جدا فانا مش باستخدم زيوت خارجية هي معلقة الزيت الزيتون اللي حطتها في التتبيلة و بس كده شايفين اصلا كمية الزيت اللي طلعت منه يعني كمية رهيبة انا هنا خلاص السلمون استوى شلته على جنب في طبع وقادي التواصة حطت فيها فاص طوم تاني فاص واحد بس لان التتبيلة كان فيها توم وموجود في الطاصة قوائد توم وحطيت ربع مكعب ماجي ربع بس ما زودتش ابدا لان انا مش عايزة نكهة نكهة السلمون واحداتك فيه السلمون نكهته قوية جدا وحلو قوي وحطيت ادي مكعب ماجي ربع اقل من الربع كمان تمام وجبت شويهة لبن هنا بقى حطت الفيستو هنا يعني لو شفته الكمية اللي انا حطتها يمكن نص معلقة صغيرة او حاجة بسيطة خالص يدوب تاخد تشويحة صغيرة قوي على النار وحطت اللبن وزبته لحد ما يغلي ما زودتش ملح الملح كان في التتبيلة كان كويس خالص وان ملح كان في ربع اللوكعب الماجي كان ممتاز فمحتاجتش ملح اللبن غلي غلوة واحدة بس حطيت كريمة شوية صغيرة خالص واحنا عندنا جزء بياكل حاجات وايت سوس وجزء ما بياكلش وايت سوس فانا حطيت في الكريمة اول ما تبدأ تغلي طبعا الحاجات الصمرة اللي فيها ديت اللي هي الاوريجانو اللي كان في التتبيلة حطيت قطعتين سلمون تمام وستها دقيقة كده وغلفتها بالوايت سوس من فوق وقلبتها عشان تاخد نكحة تاني من فوق ومن تحت وغطيت عليها السلمون استوى معايا بسرعة جدا قبل ما البطاطس تستوي وتتحرز وكده انا قدمته مع بطاطس مسلوقة مهروسة ويه شوية خضار كانوا باقيين عندي من يوم قبلها مشوي والاكلة خفيفة خالص واتمنى لو عجبتكم تقولولي في التعليقات لو حد جربها برضو يقولي رأيكم ايه سواء السلم اللي وحده المشوي لوحده او اللي في الوايت سوس ويه تتاكل بقى بالعيش تتاكل ممكن تقديميها بالرز من غير رز براحتك تاكلي لوحده كده مفيش مشكلة خالص السلامه مفيد جدا يا جماعة جدا جدا ويه بقالفح نوشفة متنسوش التعليق متنسوش الاشتراك واللايك اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة